لانطلاقة الشواط التاسع ودهات البوابات على بركة الله لانطلاقة أولى الأشواط الرئيسة في الحفل الواحد والخمسون على هدية مارة منطقة الجوف سيارة جيبلاند كروزا موديل 2014 ما بين جياد وأفراس المستورد تجتمع على مسافة 2400 متر في الدورة الأولى مواجهة ما بين 17 راسا تمثل 15 شعارا الانطلاقة يبدأ ريو بارك في المرتبة الأولى مع هيل ستريت من الداخل في بداية المسافة مشاهدين متابعين الكرام مهندس في المركز الثالث المنعطف الأول للجياد الأفراس المستوردة على مسافة 2400 متر هيل ستريت يتقدم للصدارة مع تقدم ريو بارك للمركز الثاني مهندس في المركز الثالث محاولات التقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام من جونيور دياري في هذه الأتنام مع تقدم لكل من هيل ستريت وأيضا ريو بارك لتنافس وحسم صدارة هذا الشوت في المركز الأول هيل ستريت وأيضا ريو بارك من الخارج مهندس في المركز الثالث لازالت الأسماء المرشحة لم تتحرك حتى الآن في التنافس على مسافة 2400 متر أطول مسافات السباقات السعودية تحاذي ما بين هيل ستريت الذي وضع كمفاجأ في هذا الشوت مع ريو بارك من الخارج التحاذي حتى هذه اللحظة مشاهدين الكرام فيما يبدأ المرشح ووردلي الآن التقدم في هذه الأتنام مع باركسيا والاقتراب من المنعطة في الأخير مشاهدين الكرام الإثارة والندية أبرز مواجهات المستوردة هذا المساء ووردلي في ثاني ظهور الـ 400 متر الفاصلة ووردلي وبركسيا المرشحان الآن لهدية إمارة منطقة الجوف ووردلي من الداخل من الخارج باركسيا موديل بوبل يأتي للمفارقة في هذه اللحظات موديل بوبل ينتزع الصدارة مشاهدين متابعين الكرام إلى خط النهاية إلى هدية إمارة منطقة الجوف موديل بوبل في الظهور الثاني في السباقات السعودية القادمة من بريطانيا للمالك نزارة نورب الجدائل